اشتركوا في القناة ومساء يوم الاثنين رح ينتقل لبرج السرطان عنا خلو مسار طويل تقريبا طيلة النهار بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط هو الان القمر موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لحين انتقالوا لبرج السرطان اللي هو لمنزلة النثرة الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرانيتش ومنزلة النثرة هي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا القمر بما انه موجود في برج الجوزاء لها غاية ساعات المساء ما بننشط باتصالاتنا من شعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوصعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أن زاوية اليوم بدأ تأثيرها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 25 سبعة لغاية يوم 28 سبعة ذروتها يوم 26 سبعة ساعة 7 و12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش فهي زاوية بتسبب شعور بضيق الصدر وممكن أنه ما نتقبل النقد وانثور بشكل مبالغ فيه بوجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل لعننا بكشف عيوبه وأخطاه بالنسبة لهذه زاوية تحذيراتها أثناء قيادة السيارات بصير بعض تهور اللي ممكن ينتج عنه بعض الحوادث أو أعطال مفاجئة بس هي حوادث السير رح تكثر خلال هاي الأيام فانتبهوا أثناء قيادة السيارة بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتن وبين بلوتو وهي تأثيراتها حكينا منفصلة لغاية اثنين وتسعة بتسبب عودة وضعية ممكن هاي الوضعية تدعم وضعنا بشكل أقوى أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل طبعا هاي الزاوية هي من ساعة يعني دروتها في ساعات الصباح ولكن تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات العصر هاي زاوية زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل دروتها ساعة أربعة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتساعدنا على تنظيم شؤونها بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين المشتري اليوم دروتها في الساعة ستة وثلات عشر دقيقة صباحا هاي زاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا ما بيفشلوا غالبا بيفشلوا يعني في إثبات حضورهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وأربعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جد جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين برضو هاي زاوية تأثيراتها من الآن ولغاية ساعة المساء بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي بيبدأ من الساعة ثمانية وأربعة عشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة أو فترة هذا اليوم لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه راح يكون موجود في برج السرطان الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش فمنبلش من ساعة المساء نشعر أنه هاي الفترة فيها قوة من العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صورة إذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه في هاي الفترة بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهها بوسعنا بهاي الفترة إما شراء عقار أو استعجار عقار أو بيع عقار زراعة نبتة ماء أو شجيرة لانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتظل الأعضاء اللي مسؤولة عن برج الجوزاء اللي هم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنا بيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار وبرضو اللي هو جهاز الجهاز العصبي أو برضو الجهاز الحركي والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما من ساعات المساء فبتصير نقاط الضعف المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجم اللي هو الغشاء اللي بيغلي في الرئة وبرضو اللي هو غشاء الصفاق وهو الغشاء اللي بيشبه الحريض اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل الجسم طبعا هاي الأعضاء اللي احنا ذكرناها اللي من ساعات الصباح لغاية من الآن لغاية ساعات المساء ما بيصير إجراء عمليات جراحية لإلها ولكن ممكن عمل فحصات أو أخذ حلاجات لهاي الأمور من ساعات المساء الأعضاء الأخرى اللي ذكرناها اللي هي المعدة والكبد والأمور هاي ما بيجوز إجراء عمليات جراحية لإلها بالنسبة لباقي الأعضاء في الجسم طبعا لأنه في خلو مسار اليوم طويل في ساعات النهار فما بنصح بعمليات جراحية إلا للعمليات الحساسة جدا والاضطرارية إنها تنعمل اليوم إذا في مجال تأجيلها حتى التجميل والحقن والجراحة ما بنصح فيها بخلال هذا اليوم رغم إنه القمر سعيد في أغلب الوقت إلا إنه زاوية الزهرة مع المشتري بشوية بتستثني الأمر وأيضا خلو المسار إجا فعشان هيك بنحكي عمليات التجميل والأمور الأخرى ما بنصح فيها نهائيا إلا إذا كان الأمر اضطراري هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد طبعا لأنه في خلو مسار طويل عندنا فلا يصلح لقص الشعر التجميلي ولا الصبغ ولا القص العلاجي بما إنه القمر موجود في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس 28 سبعة ولكن بدايته بتكون بعد منتصف ليل الأربع على الخميس الساعة 12 و54 دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحا ليستقر القمر بعدها في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 11 و29 دقيقة مساء بيصبح 27 يوم نسبة الإضاءة 15 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية طبعا سعيدة بنسبة 100 في المية الآن ولكن في ساعات المساء بيصير سعيدة بنسبة 70 في المية القمر في الجوزاء وبدأ ينتقل للأسد ورح يمكت في الأسد لغاية 28 سبعة طبعا هو الآن سعيد بنسبة 15 في المية في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 40 في المية عطارد في الأسد حتى يوم 4 ثمانية منتحس بنسبة 15 في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 11 ثمانية سعيد بنسبة 10 في المية المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 25 في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15 في المية زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40 في المية أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15 في المية نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15 في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15 في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموريد برج الحمل طبعا بتنشطوه لليوم الثالث على التوالي في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات طبعا ثقتكم بالنفس عالية عندكم نشاط عالي جدا اليوم قدرة على الإقناع ممتازة جدا ولكن زي ما حكينا بدكوا تضبطوا أعصابكم أثناء قيادة السيارة أو أثناء حركتكم لأنه معرضين لبعض الأشياء اللي يعني بدكوا تنتبهوا منها وخصوصا أثناء قيادة السيارة أما من ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم إشي أنكم تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت حادروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك تقدر تنظم جدوى الأعمالك ونشاطاتك الأعباء اليوم رح تكون كثيرة وخصوصا من ساعات المساء وممكن أنك ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم تنهمكم بضبط ميزانيتكم والأمور التي لها علاقة بالأمور المالية وممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدم أو حتى هدايا أهمش أنه اليوم تتجنبوا النفقات المالية وبرضو ما تقرروا على أي قرار إلى علاقة بالمهل خلوا الأعمال روتينية كسداد ودفعات وترتيب فواتير وهاي الأمور ولكن ما تبلغوا بمصاريفكم في ساعات المساء الأجواء بصير إيجابية أكثر لأن القمر رح ينتقل للبيت الثالث وهنا بتنجحه في مجال السفر والاتصالات وبتعززه العلاقة مع أخ أو مع جار وبتقدر تفسح عن رأيك بجراءة وحرية وتعزز علاقاتك وبتقدر تبحث عن التوافق والإنسجام وبتضطر لدفع مبلغ طارئ من المال بسبب ما وأهم شيء أنك تحاذب من إهمال وضعك الصحي وتجنب الإرهاق قدر الإمكان برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنتوا عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ولكن اليوم بتحاولوا قدر الإمكانك وما تتخذوا أي قرارات حاسمة أو فيصلية راجح حالك أكثر من مرة استشير ذوي الخبرة طبعا لأنه خلوه مسار وانتقال للقمر فما بنصح باتخاذ القرارات اليوم طاقتك حلوي حتى بتكون مرغوبة من الجنس الآخر وبتحاول أنك تعزز علاقتك مع أحباءك من ساعات المساء متعيدوا تنظيم أموركم المالية وميزانيتكم أهم إشي أنكم تتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط ما تسمحوا لها الالتزامات أو الديون بالتراكم عندكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن اليوم تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية واليوم رح تعرف لقاء داعم لإلك في مجال اللي حسب تخصصاتك أو حسب حياتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب من الآن ولغاية ساعات المساء عشان هيك التعب اللي بتشعروا فيه وتراجعوا الصحة الضغط الأعطال تقلب المزاج طاقتكم اللي نازلي على الآخر التقلبات الصحية المزاجية اللي موجودة عندكم حالات التقلب النفسي والاكتئاب اللي بتشعروا فيه كله هاد مع ساعات المساء بيتغير تماما من ساعات المساء بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات ممكن اليوم تتلقى إشارة أو تبتدأ بتنفيذ خطة معينة بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها الأجواء بتصير إيجابية جدا لدرجة أنه بتكون ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر بشكل كبير برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم طبعا من الآن لغاية ساعات المساء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدفاء في منكو أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن بدك تحاول تستغل هذا النهار بإنجاز كل الأمور المهمة المطلوبة منك لأنه القمر باتجه باتجاه بيت متاعبك فعشان هيك يحاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك ما تكون حد الطباع ما تتخذ قرارات طيلت اليوم وبكرة وبعده كمان هاي فترة مش مناسبة لهذه الأمور من ساعات المساء القمر خلص بنتقل بصير في برج السرطان اللي هو بيت متاعبك فبتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وأعصابكم وبتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعب بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ قرارات أو أشياء حاسمة في هاي الأيام حاول أنك تستغل هاي الأيام للتخلص من عادتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من بعض التأخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكوا تحافظوا على سمعتكم لأن القمر مازال موجود في بيت السمعة لغاية ساعات المساء وحاولوا أنك تنجزوا أعمالكم القائمة في مجال العمل وتعززوا علاقاتكم مع المسؤولين حاولوا أنه اليوم مهما كانت الظروف أنك ما تجازف ما تغامر ما تتهور بتصرفاتك اضبط أعصابك ما في مجال أنك تشوه سمعتك اليوم بسوء إدارة يعني بدك تراجح حالك في كل تصرفاتك في ساعات المساء الأجواء رح تتغير تماما رح تنشطوه بين الأصدقاء رح تشوف الأمور بوضوح أكثر وبنظرة متفائلة أكثر بيطمئن بهلك لحصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم إشي أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع لعلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع فعشان هيك تنشطوا بالاتصالات البعيدة وتعامل مع الأجانب الامتحانات والمقابلات ولكن ما تعتمد على الحظ كثير في الامتحانات أو المقابلات بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أهم إشي برضو اليوم إنه عندك سرعة بديها عالية جدا وممكن يجيك خبر من بعيد أو خبر كنت بتنتظره اليوم ينحسم أو يجيك رد عليه أما من ساعات المساء القمر رح ينتقل وصير في بيت السمعة فهنا بتكت حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل حاولوا إنك تنظموا وقتكم بشكل جيد وحاولوا إنك تكونوا واضحين حتى في أولوياتكم وما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت اليوم تتمتع بسرعة بديها عالية جدا وخاطر وذكاء حاد جدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة وأول تنبيهات راح أعطيك إياها أول إشي اليوم ما في داعي للمغامرات المالية ولا المجازفات ولا تدخل بإصدار قرارات مالية حتى الأمور اللي لها علاقة بالقروض والكفالات وتنتبه على أموالك حتى من الصرقة أو الضياع هاي كل هالأشياء بدك تنتبهلها بشكل جيد بالإيجابيات بتقدر تدخل التعديل المطلوب على أمورك المالية المشتركة كقرض مراجعة بنك أمور إلها علاقة بمطالبة مالية كلها هاي الأمور بتقدر تعملها ولكن انتبه من إنك تتخذ قرارات مالية خلال هذا اليوم أما من ساعات المساء فالأجواب بتصير إيجابية جدا لأن القمر راح يصير في البيت التاسع فبيصلكم خبر سار من بعيد أو من خارج البلاد أو بيتعلق بدراسة جامعية وهاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تودع أشخاص بعزوا عليك بسفر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون عندك نوع من أنواع الاتصالات البعيدة ممكن تلتقي ببعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض أو تعالج مسائل متنوعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة واليوم جيد لها عملية التقارب الفكري ما بينكم وبين شركاكم أو أزواجكم ولكن هذا اليوم لا يصلح للارتباط أو زواج أو خطوبة ولا يصلح أيضا للمشاكل والمشاحنات وردات الفعل السلبية لأنك في حلقة أضعف تماما اليوم طبعا لغاية ساعات المساء لا يتحرك القمر الدرجة ويصير في البيت الثامن من ساعة المساء بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبينتظرك يوم حل منصف شرط التفاوض بموضوعية بدون عصبية وحدية وتفرض رأيك حاول أنك تعدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل تنتبهوا لصحتكم لأعمالكم حاول أنك ما تقدم أعمالك ناقصة وما تستهيين اليوم بتسليم معاملاتك أو أعمالك إذا حاولت أنك تسلم عمل أنت قائم على إتمامه يتسلمه يكون ناقص فهذا رح يسجل لك بعض المتاعب وبرضه في نفس اللحظة حاول أنك تضبط أعصابك أثناء التعامل مع زملائك بالعمل وبدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات لأن القمر في بيت الصحة وخلوم مسار كامل وبدو ينتقل القمر لمقابلتك فبدك تهتم إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما من ساعات المساء فهنا بصير القمر مقابلك تماما بتنجحوا بتعزيز شراكاتكم وهذه فترة شوي بتكون صعبة لأن القمر مقابلك بيقلل من طاقتك فتثقل خلال هاي الفترة المسؤوليات والهموم أهم إش أنك تتجنب ردات الفعل العنيفة فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث وبتجه على يعني القمر حتى في هذا المكان مع خلو مسار بيخليك شوي مضطرب ومرها في الحس وممكن تشعر بالارتباك والغضب رغم أنك أنت بتتمتع بطاقة كبيرة لا إتمام بعض الأمور الروتينية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما زال القمر موجود في البيت الخامس لإلكم فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ولكن برضو يعني عشان خلو مسار ما بديك تتفائل بالحظ حاول أنك تعتمد على جهدك بيكون أفضل لأنه الحظ مع خلو مسار زوايا صعبة شوي بيكون ممكن يخضل الشخص فلا تعتمد على الحظود كثير في نفس اللحظة فترة ممتازة لتعزيز العواطف أو علاقتك مع الأحبة أو مع أحد الأبناء أو ممارسة هواي اليوم ولكن ما بدك تتخذ قرارات حاسمة وبرضو ما تحاول أنك تفرض سلطتك على أحباك من ساعات المساء طبعا هنا بتكون تنتبهوا بشكل كثير كبير لأنه القمر رح يصير في بيت الصحة والعمل فهنا بتكون تنتبهوا على صحتكم من بعض التقلبات بعض ما وليكبر جدا وطبعا وفي نفس اللحظة اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي راجع الطبيب وحاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة وعندك نشاط عالي جدا وممكن اتمارس عملك بحماسة حاذر بس من التقلبات الصحية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكوا بيمور إلها صلها بالبيت والعائلة يعني من الآن لغاية ساعات المساء ممكن لقاء ترتيب صيانة مناسبة احتفال حفل معينة حدث عائلي معين إشي له علاقة بالبيت والعائلة برضو كاستجار بيت أو بيع عقار أو الاهتمام بهذه الأمور ولكن كاتخاذ قرارات حاسمة بهاي الأمور ما بنصح فيها تماما عوشرة أشياء ثمينة ما بنصح فيها في ساعات المساء هنا القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس لإلكم فبتصير الأجواء أجمل وأحسن وبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع حبائكم وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح وممكن أنك اليوم يتعالج بعض الأمور ولكن بدك تتعالجها بالروية مبتعد عن التعقيدات الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة على المستوى العاطفي ومستوى الأحبة وخصوصا من ساعات المساء إلا أجواء لصالحك فعشان هيك لازم تستغلها بشكل قوي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر